ووزير الشباب والرياضة بيتكلم مع اللعيبة بيقول خلاص يعني نزعل آه ما نتكسرش نبص الخطوات اللي بعد كده لازم ناخدها وبعدين في الفيديو محمد صلاح بيتكلم اللاعبين وبيقول يعني ان هو قد دي كان مستمتع وهو معاهم والأسف الشديد يعني كان بيتمنى انه يتأهلوا الكاس العالم من قبل كده ياخدوا كاس أمم أفراخي أكيد دي مشاعرنا كلنا لكن قال إن شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي في المستقبل سواء كنت معاكم أو مش معاكم حطت تحتها خط بقى لأنه بدأت الناس تتكلم على هو صلاح بيلمح ولا ايه؟ انه اعتزل دولياً؟ لا أبو صلاح أبو مكة ده النقبل ناس انتقدت ناس متضايقة فيه اللي معها وفيه اللي ضد على السوشيال ميديا من المبارح فيه اللي محمدين صلاح الشيلة كلها وفيه اللي وقفين معاه وبيشدوا على قديم يعني لو ما اختلفت القراء لبرة السلع ده بطبيعة الحال هيفضل موجود دايماً أتمنى إنه اللي حصل على السوشيال ميديا ما يكونش أحد الأسباب اللي خلت مثلاً صلاحي والحاجة زي كده هتقولي يا عم ده بعد المطش هو لحق؟ هقولك أه لحق أكيد بص بص شاف رد الفاعل مش عارف إيه وصله وناس كلمته على كل حال يعني أتمنى إنه كلام صلاح ده ما يكونش نوع من التلميح إنه يمكن يعتزل دولين أو لا بلده أكيد هو حطط دايماً في الاعتبار وفي المرتبة الأولى ونتمنى لو رب كل التوفيق كمان في ليفر بول سواء جدد معاهم أو ما جددش قرر ينتقل لنادي تاني لأنه الحقيقة إنه مصدر الهام لشباب كتير جداً في مصر وبر مصر